الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب إذا كنا نحن الآن في شهر الخير وفي شهر الرحمات وفي شهر الفضل والبركات من رب الأرض والسماوات فإن الله سبحانه وتعالى إذا تفضل علينا بنعم كثيرة فلابد لنا أن فلابد لنا أن نوفي الله سبحانه وتعالى شكر هذه النعمة إذا عددنا نعم الله علينا فإنها لا تعد ولا تحصى وإذا نظرنا إلى من هم دوننا فسنجد أننا نرفل في خير كثير وفير ونحن قل من يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم قال الله جل جلاله وقليل من عبادي الشكور فإذا كنا نبحث عن الخير ونطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا الخير لما نزل قول الله جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه وكان رجل غني وكان عنده بستان قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك البستان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل إليه ويشرب منه فقام أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا البستان هو أحب مالي إلي ده أغلى حاجة عندي في ثروت كله هذا البستان هو أحب مالي إلي وإني جعلته في سبيل الله فتصرف فيه يا رسول الله كيف شئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح ذاك مال رابح ولكني أرى أن تضعها في أقاربك وبني عمومتك بل يقول ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله غني عنا ليس في حاجة إلينا ولكنه في حاجة أن يرى منا الخير يريد أن يرى منا الخير فيرغبنا بهذه الدعوة ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا ضعفا واحدا لا يضاعفا تفضل تفضل فيضاعفه له أضعافا كثيرة بل يحثنا على الإنفاق والتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى لأن دين الإسلام وشريعة الإسلام هو دين رحمة ودين تكافل فخير الناس أنفعهم للناس خير الناس وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس فيقول ربنا جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة بل يقول أيضا مرغبا في الصدقة والإنفاق لكي يحقق دين الإسلام الهدف من التكافل الاجتماعي بين المسلمين وبعضهم البعض يقول ربنا جل جلاله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة واحدة فقط حبة قمح أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه يضاعف لنا الحسنات دون السيئات يضاعف لنا الحسنات دون السيئات الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف سبعمائة ضعف والله أعلم من يعلم أن هذه السبعمائة ربما تكون سبعمائة مليون عند الله سبحانه وتعالى إن أحدكم كما يقول نفسه صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا تصدق إذا تصدق الواحد مننا فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة يعني كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة الصدقة التي تنفقها أنت الآن وأنت لا تعلم ربما هذه الصدقة هي التي يغفر لك بها عند الله سبحانه وتعالى نحن لا ندري بأي عمل سيغفر لنا بأي عمل سنقبل عند الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت بعد هذه الكلمات وأنا تكلمت عن هذا الموضوع بالذات كي أشير إلى إخواننا في الصومال إخواننا في الصومال كما أخبرنا أخونا فضل الشيخ محمد بالفجر بالأمس أن إخواننا في الصومال مات منهم إلى الآن خمسة وخمسين ألف بسبب الجوع خمسة وخمسين ألف ماتوا جوعة بل النهاردة في الأخبار فيه واحد مزيع في الأخبار بينقل بيقول أن إحنا بنوزع الأكل على الناس الأطفال نسيوا إزاي يأكلوا ويشربوا من قلة الأكل والطعام والشراب فإخواننا في أمس الحاجة إلينا الآن في أمس الحاجة إلى أن نمد إليهم يد المعونة فخير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا هذا هو الآن نحن الآن في حاجة إلى أن نتكاتف سويا ونضع أيدينا في أيدينا في أيدي بعض لكي نتوحد لمنفعة ولنفع إخواننا في الصومال أن نمد إليهم يد المعونة ولو بالقليل ونحن قررنا إن شاء الله بالتفاق مع إدارة المسجد أن اليوم وغدا سيكون هذه التبرعات لأهل الصومال وللتصدق من أجلهم بإذن الله إلي الله سبحانه وتعالى وسع عليه اليوم يستطيع أن يخرج اليوم يتفضل إلي ما يستطيع غدا بإذن الله تعالى سيكون أيضا اللقاء لإخوة عن إخواننا في الصومال يعني أرجو من الجميع أن يتصدق ولو بالقليل فرب درهم سبق ألف درهم ونحن لا ندري إن كانوا هم اليوم جزاكم الله كل خير ما شاء الله يعني أقول يعني أنا أقول من باب نشي الخير فقط والله يعني حتى نحث إخواننا على التصدق والتبرع يعني أخونا الدكتور سطام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله ويجازيه خير الجزاء تصدق بخمسين ألف كورونا لإخواننا في الصومال يعني كلنا ندعي له والله نسأل الله اللهم بارك له في ماله اللهم بارك له في ماله ووسع عليه في رزقه يا رب العالمين اللهم اجزيه عن إخواننا خير الجزاء وجاز كل من يتصدق لإخوانه خير الجزاء وجازهم بالحسنات إحسانا وضاعف لهم في حسناتهم يا رب العالمين وبمشيئة الرحمن إن شاء الله هنرتب الأمر ده سوا في أخ موجود هنا من الإخواننا الصوماليين إن شاء الله نعم هيكون محدش هيروح طيب عموما إن شاء الله يعني الأمر حيترتب بإذن الله تعالى وسيصل الخير لمستحقيه إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا عونا على الخير إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ترجمة نانسي قنقر